بسم الله الرحيم تحياتي لكم جميعا طبعا كالعادة بعد مباريات دور الابطال بنطلع ببث مباشر خصوصا لما يكون في احداث جديدة طبعا هذا الحال شفت افضل حال ربما نعمل مع بعض في دور المجموعات بس خلينا نوضح دايما لما نطلع دور الابطال بعد المباريات مش معناها اني حاضر ثمن مباريات مستحيل حدا يحضر يعني مباراة ونص خلينا نسميها المباراة الاولى بنحضرها طبعا اللي هي مباراة فيا ريال ومان يونايتد شفناها وشفنا يونايتد بيتأهل شفنا يونايتد يلعب سبعين دقيقة خايف بعدين سبعين دقيقة اخر عشرين دقيقة بيلعب مرتاح بيحاول بيطلع بشباك نظيفة بيطلع فايز بيطلع سانشو لعب مباراة جيدة وبيطلع كل شيء بشكل ممتاز جدا بالنسبة لما اليونايتد عشرين دقيقة ما بتخلينا نستعجل طبعا الناس كثير خايفة انه كاريك يعمل فيهم زي ما اعمل فيهم سلشاير مباراة مبارتين يفوس فيهم يقولولو يلا ضلك بعدين يروح ساحب سنتين ثلاثة وما يعرفوا يبعدوا عنه عشان انه لعب يونايتد السابق بخاف الناس من هاي الحالة بس اعتقد ادارة يونايتد عندها فعلا خيار منطقي ومطروح انه يستمر كاريك لو ما عرفوا ياخدوا بوكتينو مش هيجيبوا مدرب نوس نوس حيستنوا مدرب لكويس الروح على مباراة مين بتكم برشلونة اول ولا يوفنتوس الروح على مباراة برشلونة الناس بتقول برشلونة بالتعليقات الروح على مباراة برشلونة برشلونة يلعب بشكل جيد مسك كرة كويس وضع الكرة بالضغط جزاء معظم الوقت منع بنفكة يرتد عليه بمعظم الوقات ممكن مرة واحدة سباح له او مرتين بس المرة الاخيرة يعني كان الفريق مندفع زيادة عن اللزوم وبالتالي غير ذلك الفريق عنده مشكلة واضحة مش عم بلقى اللاعب اللي بسجله هدف مش عم بلقى اللاعب اللي بوديه يجيب القول واضح جدا هذا واضح جدا كان عم بيعاني من هذا الموضوع وبالتالي عدم تسجيله لم تش تعرف انه بنفكة هيلعب معدينا مكيب في ملعبه ومطالب بنفكة بس يفوز بملعبه بأي نتيجة هذا طبعا لنفرض انه ما فاز مطالب برشلونة يفوز على بايرن في المانيا لانه برشلونة بيخسر مواجهة مباشرة نحكي بمنطق تسعين بمية برشلونة دوري اوروبي تسعين بمية برشلونة رايح دوري اوروبي بس برشلونة حتى الان مبارتين مع تشافي فيه شكل لهذا الفريق فيه شي بنيقدر نحكي صرنا فاهمين انه فيه جن اجنحة فيه جناح يميل لازم يضلوا مبعد ويدخل جوا فيه تحرك معين ربما نبدأ لوم تشافي اليوم بلومه بشغلة واحدة انه حاضر على فكرة الثلاث مدافعين لاخر لحظة فانك كنت محتاج للاعب اضافي اي لاعب تقربه لمنطقة الجزاء ربما هذا الوحيد اللي انا كنت يعني بنطقده فيه غير ذلك بعد الفريق اللي ورثه الفريق مفكك كرويا الفريق تم تفريقه من اللاعبين النجوم اللي ذقال ميسي ثم جريزمان وطبعا مديلي جريزمان كان لوق دي يونج اللي بيحاولوله الان يعني يقنعوه يطلع يعني فاعتقد اللي صار اليوم هو ربما كان افضل شيء يصير كنت اشك انه برشلونة حيفوز صراحة وقعتكم شو رأيكم شو توقعتكم شو رأيكم كنت اشك فببساطة ممكن نحكي هارد لك ممكن تصير معجزة جولة جاي استبعد بايرن يتراخى استبعد بايرن يسلم المباراة بس اللي بقدر احكي انه كلنا بنعرف انه تشافي ما اجع عشان هذا الموسم اجع عشان الموسم الجاي طبعا لو كان ديملي موجود من اول دقيقة لو كان ذاتي موجود من اول دقيقة ببعض المواقف كانوا حيسجدوا دي باي واضح انه متوتر كثير بمسأل دور الابطال واضح انه مش نفس اللاعب مش نفس الثقة بنفسه واضح انه عنده رغبة باثبات نفسه اكثر من لازم وهذا شيء خطير ببساطة شفنا فريق لعب كرة بس شفنا فريق ما يفوز وطبيعي جدا فريق بهذا الالم ما يفوز بالنسبة لمسألة الكرة خرجت ولا ما خرجت تاعة بنفكا اللي بيسألوني انا يعني شفت الاعادة ببساطة بتبين معك بالاعادة كأنها ما خرجت لكن اللي انا بعتقده ومقتنع فيه انه بالفار اللي شفنا بالفار اللي شفنا انه اكيد شافوها واكيد حكموا عليها يعني اكيد مش هيكونوا غامروا لانه بالنهاية لو انت حاسس انه فيه والله يبدو بنت اهله برشل هنا كان مشو قول اراوخوا يعني وكانت اسهل وكان فيها شك اكثر وخلص فهذا ببساطة يعني انا اعتقد الفار شاف الموضوع بس لانها ضربت مرمى خلص يعني الغوها من هناك وانتهى الموضوع بدون عودة الروح على اليوبي اليوبي بساطة مش متفاجئ انا ركاقيت باصدقاء كنت احضر مبارات ماليناك وفيه ريال بحد الكافيهات فالقيت صديق فقلت له انا بتمنى نخسر انا شخصيا بتمنى نخسر بتمنى نخسر لاني لما شفت مبارات لاتسيو كيف فوزنا بلاتسيو انا مش رجع اليوبي كيف فوزنا على لاتسيو ما فوزنا لعن فوزنا كرة هيك وكرة هيك ودبرنا امورنا فما بدي نحس انه احنا قويين كثير ولا يعني بدي انه اللعبة يعرفه الادارة تعرف انه لسه كثير المسافة والاهم بالنسبة ايلي انا انه الدوري حاليا يتزبط وضعه لانه دور الابطال التأهل وفرق على دور السبتعش وبنعرف يعني قرع الدوري ابطال دور السبتعش ممكن تروح مواقع اليوبي هو ثاني مع الاول تاعة مجموعة ترد هذا سارسبورغ والشيشبيليا وصير مجموعة كأنك طلعت منتصدر نعرف هذا الكلام لكن اللي بنحكي احنا هون انه اليومين بعرف ولازم يعرف انه هذا الفريق طول ما هو بلعب بهذا الشكل الغريب ما كيني جناح يمين وربيه جناح يسار واشياء غريب واثنين بالنص لو فيه ثلاثة عليهم يعني بيوكل وسط اكل حيظلوا طالع نازل طالع نازل لاخر الموسم لعندما يقتنع عليقري ويفهم انه هذا الشكل ما حيطعميك موسم حيفوزك مباراة مبارتين بس هذا الشكل ما في منه امل ابدا بالنسبة لتشيلسي بالمقابل طبعا ما علينا حبلش اخد اه لا بعد شوي مبلش اخد اسئلتكم بالنسبة لتشيلسي في المقابل اه صراحة يعني فريق كامل فريق مميز جدا اه فريق مفيش فيه شي ناقص يعني احسن شي في تشيلسي بتلعب ضده تجي تطلع طب وين نخطة ضعف تشيلسي حارسه وممتاز ودفاعه متكامل وخط وسطه بمسك لعب ومعندوش مهاجمين بس كلهم بيجيبوا قوال ما شاء الله عنه فالصراحة اللي عمله تخيل مع تشيلسي بوريك انه انه كيف هدا ما اشتغل في سان جيرمن كويس كيف هدا ما اشتغل بوريك شو وين كان عاجل سان جيرمن وتخيل موجود يعني ما بعرف انا لحد الان ليش ليوناردو لسه موجود صراحة يعني يعني هاد لي واحدة بتقوله انه سوريا يعني ليوناردو بزدتها ونط غلطة ما بتقتفر في الناس اللي بيقولولي انه بنفيكة انه بنفيكة تعادل بالذهاب مع دينامو كيين فحين مباراة مباراة تانية مختلف الان بنفيكة بلعب بملعبه بلعب بمباراة واحدة عنده اعتقد عنده خمسة ايام بعد سبورتينج لشبونا عشان يرتاح واعتقد يعني صعب يضيح هاد الفرصة يعني انا شخصيا حكو مبسوط لشوط برشلونة بيتأهل اكيد صراحة يعني اكيد ما بشجعش بنفيكة ولا بشجع برشلونة لكن اكيد احسن لأشوف برشلونة بدور 16 لكن اعتقد يعني نجا مو برشلونة لازم شوي يكون على الموضوع بالنسبة لديباي انا حكيت اللي بيقولوا اللي حكينا عن ديباي حكيت اللعب واضح عنده رغبة فيها نوع من اوذرع نفسه ان يثبت نفسه في اوروبا عشان هيك هو في اوروبا قلاراته كلها غلط وتصرفاته كلها غلط فيه نوع هدا اللي عارف اللي بتزيد المشكلة احالك هو من النوع اللي بيزيد المشكلة احاله هل ه ديباي من مستوى برشلونة لا اي برشلونة فيهم برشلونة جوارديولا ولا واحد من الموجودين تقريبا بيلعب فيه مثلا ولا تكتر dij Lovelyvin برشلونة الحالي بغروفه المالية الحالية هذا اللي بيقدر يجيب ببرشلونا لأن الحل الثاني اللي كان عندهم يعني نعرف كان عندهم هذا الحل الأول والحل الثاني اللي كان عندهم هذا هو يعني الفريق اللي بيقدر ببرشلونا طبعا بالنسبة لبنفكة الناس بتقول لي أنه بنفكة لعبة التعادل لعبة التعادل بطريقة سلبية للغاية ما كنت أتوقع بنفكة يلعب هيك لكن جيسوس يبدو أنه لما شاف ببرشلونا بلعب برات الماضية براك الماضي يعرف ان هذا الفريق بعمل فلستين ثلاثة امام المرمى خطيفات وبعرف انه بضيحهم فقالك لو انا دفعت بقللهم جدا وبالتالي بطلع هاي وفعليا لعب تماما لعب تماما على التعادل لعب تماما على التعادل بشكل انا استفاجأت فيه من جيسوس لانه ما بيلعب هيك بالعالي لكن حسبها قالك انا بدي النقطة ما في داعي قبالك بين طبعا مسألت الجو مسألت غيام الجباهير زي ما شفنا كثير ساعدت تسهر المباراة اللي بقولوا اللي احكي عن رونالدو اعتقد نتكلم عن رونالدو بالدور الابطال هذي مسألة صارت خارج كل النقاش خارج كل النقاش هذا الرجل لما يسمع نشيد دور الابطال اوروبا بنفجر بصير كيف تراجون بول لما يتحول بصير زي دراجون بول يعني هذا بصير مستوى ثاني فببساطة رونالدو باوروبا حالة مختلفة بس انا اللي عجبني يعني اليوم بيونيتد سانشو اكتر كنت اشوفه اكتر بالكرة عم بتحرك بالكرة عم بتحرك بالكرة فبشكل جيد جدا طبعا بالنسبة لديباي لازم نفهم شغلي الان هو بيعيش حالة دينية اللي بيقول لي عن يعني ديباي وفي واحد بيقول لي ليش الكرة الاوروبية فقدت المتعة حجاوبك بالنسبة لديباي بعيش حالة انه كومن طلع وجايت شافي طب انا شو وضعي انا زلمي قلت لكم انا جاي عشان كومن وطلع كومن طب انا الان بقول انا اكيد بعيش حالة من الغربة حالة من التوتر بالنسبة لباي لنقاش يعني مباراة بنعرف سهلة طبعا هي المباراة متوقع ما ننفوزها ليفاندوفيسكي مهاجم يعني ما بعرف لو كان الاعلام الالماني هو نفسه الاعلام الاسباني والانجليزي بقوته لو كنا نتابع دور الالماني زي من نتابع الدور الاسباني والانجليزي ما بعرف كيف كنا حنشوف ليفاندوفيسكي لكن مباراة ولا مبارا ولا مبارا ولا مبارا ليفاندوفسكي بيبهرني ليفاندوفسكي بيبهرنا كلنا مش أنا لحال بالنسبة ليش الكرة الأوروبية فقدت متعتها هي ما فقدت متعتها هي نفس الجمال نفس الكرة نفس القوة نفس الجاذبية بس في نوع من الكثرة المباريات في نوع انه زمان كنا نحضر مباراة باليوم الآن صنعنا نحضر سبعة باليوم يعني أنا من الهيلان هو بفوز بأبطال آسيا من الساعة الثمانية لهلأ عم بحضر الكرة قدم فبالأخير بتقول خلصوني اللي بشانيك في ناس فكروا انه بيقللوا وقت المباريات صار يقول لك ممكن نقتل ح 30 دقيقة نعرف هذا الشي صار في ناس قال لك لازم نخلي بس تكبار يلعب مع بعض زي السوبر ليج وما شابه فالناس بتحاول تخلق شيء عشان لما تقع تحضر مباريات تشوف مباريات أحلى مباريات أمتع لكن فعليا الموضوع كثير صعب الموضوع كثير صعب بكثة مباريات اعتقد هي مرحلة مؤقتة بكرا حنرجع نتوازن حنصير نعرف ان هاي مباراة نحضرها هاي مباراة ما نحضرها وحنوصل للحال الطبيعي بالنسبة للأقراق هو لاعب جيد جدا لا نقاش فيه لاعب قلبه ممتاز توقعاته ممتازة بالدفاع مواقب الدفاع ممتازة ما بناقش فيه بالنسبة له دي لخت اللي بيسألني شو رائعك المستوى دي لخت دي لخت واحد بيقدر يكون أحسن مدافع بالعالم خلان سنة أو سنتين هاي جوابي الآن مشان يصير هيك لازم يلعب أساسي مشان يصير هيك لازم يحس انه مراهن عليه وعشان يصير هيك لازم البيوبي يلعب بمنظومة كويسة المنظوم الحالي تحت البيوبي مش منظومة كويسة دفاعيا فالمنظومة المش دفاعية كويسة بتخلي كل الناس تبين سيئين الحارس يبين الشاطر والدفاع بين سيئ السوبرليج حيرجع المتعة السوبرليج ممكن ما يرجعش هو نفسه مش هذا يعني خلينا نحكي السوبرليج كفكرة الآن أنا أعتقد بريز أنيلي رابورتا بحاولوا يطلعوا بحل وسط يقسل مأوجهم أو يعني يعطيهم شوية احترام أمام الناس إنه إحنا ما خسرنا المعركة أوصلنا لحل وسط مع الاتحاد الأوروبي وأعتقد هذا اللي حيحصل والاتحاد الأوروبي مؤمن تماما إنه لازم يطور بطول الدوري أبطال أوروبا هو مؤمن تماما لأنه الدوري أبطال أوروبا يعني لو تيجي تطلع اليوم مجموعة إشبيليا معظمنا بجوز ما بيعرف شو بصير فيها مجموعة المباريات اليوم اللي كان بنحضر مبارتين يعني حتى يوفينتس وشيلسي لو نيجي للواقع انت لازم ما تحضرها مباراة لثنين متأهلين ما إلها معنى زي مباراة الثالث والرابع وزي ما حكيت القرعة ممكن دور الأبطال تقلب الأول وقع بمجموعة مصيبة والتاني بإنه أحسن له ويطلع تاني ففعليا اليوم كان عنا بس مباراة واحدة فالنوم دور الأبطال محتاج شوية إعادة هيكل ما تدمسي راجع برشلونة وحيتأهل لكن الضغط على تيباس واحد بيقول دبالة شو عنه أنا باش نجع يوفي زي ما بتعرف أنا شخص طول ما إحنا منلف دوامة دبالة أعتقد ما رح نمشي لقدام أبدا صار عمره 28 سنة ولسه منستنى موهبته تنفجر ولسه منغير خطط عشان يلعب فيها يعني بين وبين نفسي بصراحة أمرات بتمنى أني أصحى ألقي الخبر أنه دبالة مش هيجدد وحيطلع خلصوا حنخلص من هالموضوع ويلعب الفريق بالشكل الطبيعي وبيلعبين طبيعيين وبحماس طبيعي وبالكفاءة طبيعي كليازة اليوم شفنا أيضا بعيدة عن المستوى بس مش إنه موضوع موضوع مستوى موضوع بسلوك في الملعب يعني مرة فوق ومرة تحت ومرة موسم كويس ومرة لا فرصة برشلونة أمام التأهل حكيتها أقل بالنسبة إلي من 10% للأسف عودة ميسي لبرشلونة واردة مش السنهاية مش السنهاية لسه برشلونة بالدكتير يعني ممكن للعلم بعد كأس العالم سان جربان ما يكون عنده مشكلة يفرط في ميسي من يعرفت إنه جزء من التعاقد مع كأس العالم لكن يعني ميسي بسنتين تسويقيا ترويجيا بفيدك فليش يعني تخلص منه لو برشلونة على الدول الأوروبي في بعض يعني لازم نفهم شغلة بعض الأحيان ممكن يكون أفضل لكثير من الشاب الموجودين جابي ونيكولاس جونزالس وفاتي والأسماع هذه ممكن أحسن يروح يكتسبوها الخبرة بالدور الأوروبي يعني بتشافي لعب دوري أوروبي إذا ما بتعرفوا أيام رونالدينيو لعب دوري أوروبي وطلع يعني بتذكر بمبرة أعتقد كانت مع سلتك مش قادر بتذكر 2003 أو شي زي هيك لعب دوري أوروبي هو نفسه الموسم اللي بعده لعب دوري أبطال وبعدين ما رحوا عن دوري الأبطال فبالتالي اللي بيقول لي ديمبلي ولافريسيوس في فرق كبير في فرق كبير ديمبلي بلعب مباراة بجيب سبعة ديمبلي زلم عم بلعب مباراة مباراة حاليا تأثيره وشخصيته كذا أصبح واثق بنفسه ديمبلي عم برجع بتحس إنه سريع بتحس إنه عنده قدرات بس خايف خايف ببين إنه خايف ينصبر إنه هو بلعب بتحسه ومنطلق خايف يروحه ما يرجع أستاذ سؤال هل تشيلسي مرشح لدور الأبطال طبعا تشيلسي مرشح لدور الأبطال تشيلسي لسه ما طلع شيء من لوكاكو ما طلع شيء من الفيرنر وأنا مؤمن تماما إنه مدرب زيت وخير حيطلع شيء كويس تحياتي للكابتل من سوريا تحياتي إلك صديقنا حبيبنا بسوريا وجميع الأهل في العالم العربي مستوى راشفورد مستوى مارسيال مستوى كل أفراد من يونيتد نازر اللي بيحكي عن مستوى راشفورد مش مستوى واحد والسبب إنه ما في شكل ما في فلسفة ما فيش بيحكي فلسفة بناس بحكي بيحكي بيدي ورديولا يدربهم لا بس ما في نهج ثابت ألعب عليه أنا عشان أتطور وأنزل وأتعلم و لازم أفهم اللي جنبي واللي جنبي يفهمني واللي وراي واللي قدامي لازم يكون فهمين بعضها شانصير ألعب أحسن ما يمكن لكن لما أنت كل مرة تغير لي هالقصة هاي كلها أنا ما رح أنسجب مع واحد من الموجودين فما رح يتطور مستوىي فمرة كويس مرة مش كويس مرة طالع مرة نازل فحصل عندك راشفوردو مارسيال تنتقدهم وبوقبة تنتقده رونالدو تألف كلماته وتنتقده ما وبسان شو تنتقده وبساكا تنتقده وماكواير تنتقده وفاران ما يعجبكش والكس تلس ولوكشو وكل ناس بطل جعل تعجبك لأنه ما في معيار ما في شي لهذه اللعيبة خليهم نازلين عارفين شو بدهم توقعاتي للقادم لبرشلونة ما رح أغيره برشلونة خلال سنة أو سنتين سيكون الفضعي جيد بس برشلونة هاد الموسم ممكن يكون للنسيان ممكن نعني تصبر شوي الريال المرشح ريال فريق جيد فريق قوي بس أنا برأيي أنه ما زالوا الانجليز أكتر من كل الانديل أخرى الانديل الإنجليزية مع باير مينث هم المرشحين الأبرز لدور الأبطال بس بنعرف أنه برشلونة بنعرف أنه دور الأبطال آسف لنواحس أني عبرشلونة نعرف أنه دور الأبطال بيقلب الدنيا كلها بشهر اثنين تشيلسي ما كان حدا حيرشحه بشهر 11 الماضي لكن بالأخير جاب دور الأبطال في حالة برشلونة تعادلوا مع البايرن أو فاز بنفكة أي فوز لبنفكة انتهى الموضوع طبعا زي ما أنت شايف أي فوز لبنفكة وما فاز برشلونة انتهى الموضوع لازم برشلونة يفوز بشان يتأهل الآن إذا فاز بنفكة والله أني بحبكة محمد عوات شكرا حبيب محمد طاها تشابي لسه المباراة الثانية مش وقت نعطيه تقييم اللي بتقيم تشابي مش وقت بس اللي بحكي بشوف شي ممكن أبني عليه من الجزائر تحياتي حبيبنا من الجزائر بنقدر نقارن هل منطقة تشبيه الدور الأوروبي فعلا بأيام زمان مش شوف يعني اللي بربول اللي عب دور الأوروبي قبل كم؟ 2018؟ 2017؟ يعني أنت بتقدر ترجع تبلي الفريق صحي إذا أنت بتشتغل صحي بسنتين بتكون مكان تاني بس بدك تقدر تعمل شي صح ليه كان كورتوا مش مرشح لأحسن لحارس في العالم شوف ما سألت الترشيحات وهذه طبعا في فمبين أنه متأثر كثير بالألقاب بالجوائز حين نتكلم عن كورتوا مفهز بشي السنة الماضية يعني مفهز لا بدوري ولا دوري أبطار ولا كأس وبالتالي طبيعي تبديلات تشافي أنا قلت إلي عليها شوي اليوم كنت نتوقع منه يستغني عن مدافع الخامس ويخلي لعب إضافي أقرب لمنطقة الجزاء مين ما كان هذا اللعب؟ كوتينيو أبكر أي شي بس يبدو أنه كان مؤمن بالنظام كان مؤمن بالفلسفة الضل ثابت الشكل يظل ثابت خلينا نحكي لو كان دملي موجود من أول دقيقة ربما الوضع كان مختلف لو لما زلزولي سجلوه بالتشكيلة لأنه بتعرف أنت شو المشكلة تحت 21 أنت بتقدر تلعب دور الأبطار بدون ما تتسجل بشرط تكون إليك سنتين بالنادي بس هذا اللعب ما كان إليه سنتين بالنادي وبالتالي ما بيقدر يلعب فواضح أنا أعتقد اللي حصل خطأ خطأ تقديري من إدارة برشلونة وما كانوا ربما بيعرفوا هاي المعلومة فما سجلوا اسمه أو لما جابوه فعليا جابوه لبرشلونة با وبعدين اتفاجأوا بمستوى وصعدوا للفريق الأول أفضل مدرب لليونايتد أفضل مدرب لليونايتد زيدا بساطة ما بديش أفكر كثير وبالنسبة للجواب الثاني أنه بوكتينو يعني خلينيحتي موسم كمل على شغل في ستنها بشغل كويس إجت له فترة كان فيها هاريكين هيونج منسن وأكمل لعب بالمستوى المطلق تاحهم لكنه فقد السيطرة على هذا الفريق مبريسان جرميل ماشتنا لمسة فبالتالي ما بعرف إذا كان هو فعلا المدرب الصح الناس اللي بتحب إيرك تنهاج أنا دائما عندي خوف من المدربين اللي بتقلقوا وبيبدعوا في هولندا إذا يجوا فورا على لادي كبير ما بحكي عنه مدرب سيء لا بالعكس ممكن يكون مدرب عظيم لكن يونايتد محتاج مدرب يتحمل ضغط وما شفت إيرك تنهاج تحت الضغط الكرة اللي عملها رائعة بس خايف يكون ديبور جديد خايف يكون كوكو جديد خايف يكون الأسماء الهولندي الجديدة لأنه من أيام لويس فين قال تقريبا ما فيش مدرب هولندي برا هولندا يعني ترك بصمة حقية في حال تراخي بايرن ما أعتقد بايرن حيتراخها وعندي شوية قناعة غريبة عندي قناعة أنه بايرن عنده ثار مطلق مع برشلونة خلص يعني من يوم الأربعة تاعت الألفين وتسعة وأكثر من مرة كان فيه هذه النزعة مرة برشلونة يتفوق مرة هم يتفوقونه هاي فرصتي أنا ليش أتركها معك يعني شو السبب ليش أنا أعطيك فرصة ترجع تبني نفسك وتزعجني مرة ثانية بسوق الانتقالات وتصير بدك هذا اللعب مني وبدك هداك مني ولا لا لا ليش أنا ليش ما أحاول أخر عودتك نفس الكلام سمعته قبل الألفين وتمانية أفضل إعلامي شكرا أم عرفش أي كلام اللي سمعته أنت قبل الألفين وتمانية واحد بيقول يوفي مائل وحضور أوروبي طبعا بعض أحيان حلو كثير أنك تسمع كلمة وتحفظها وتعيدها هذه فكرة أن يوفي مائل وحضور أوروبي فكرة مش لأنني بشجع يوفي ولا عظيم لو أنني بشجع الإنتر اللي أحكيها لما فريق يلعب أكثر نهائيات في أوروبا تقريبا من أكثر خمس أندي نهائيات خسر كثير بس السبعة مش معناها أنه مانوج حضور أوروبي لأنه خسر النهائي لأنه هذا معناها أنه مكمل بأوروبا ولو تروح تشوف التصنيف الأوروبي حتلقى اليوفي فهم فما تقول ليش مانوج حضور أوروبي عشان والله يبطلع اليوفي مش فريق محضوظ بأوروبا يعني في كثير نائيات كانت مسألة حض وفي كثير مباريات كانت مسألة فكر متفلسف زيادة عن اللزوم لكن تيجي تقول لي أنه مانوج حضور أوروبي فأعذرني يعني يعني هذا مش شيء منطقي ليش أرسنال لحد هذا الوقت ما تمت إيقالة أرتيتا؟ في فرق كبير بين أرسنال وصور شاير ليش الفرق؟ الفرق أنه أنا بلشت أستوعب الآن أنه ربما كان أحسن شيء يعمل له أرتيتا الصفقات الغريبة اللي احنا معرفها لاعب ياباني من بيجوهير أيمن لاعب جاي من فريق نورويتش سيتي على لاعب جاي من برايتون على لاعب أبصر مين هذا بيخلي دائما أنه فيه أنه الشعور بأنه تثبت بالإحصائيات أنه أرسنال دافع فلوس أكثر من غيره يعني بالأندي الأوروبية بس أنه بيخليه فيه شعور أنه اللعيب هدول بدهم وقت بدهم سنين في حين لما تجيب سانشو اللي كان متألق بدورتموند درونالدو أليكس تيلس اللي كان ممتاز جدا في برتغال فاران ما في صبر أنه جايب لك لعيبي جاهزين فأعتقد هذا اللي فرق فعلا هذا الأولا ثانيا أنه أرسنال مش فريق ألقاب من زمان يعني إذا بدأ حكون عادل أرسنال من 2004 ما عاد فريق ألقاب مع أرسنفينجر يعني انتهت ثقافة الألقاب مع فينجر بعدين طبعا ترسخت مع من بعده وبالتالي الفريق هذا مش بده كل سنة لقب هذا فريق حلمه المركز الرابع في حين يونايتد حلمه اللقب بده اللقب جمهوره ما حين ضغير اللقب فخينا نكون صراحين فيه فرق كبير بالطموح عند الناديين فيه فرق كبير بتعامل الإدارة مع المشروعين واحدة بدها تظلها موجودة تصرف على حالها وتربح شوية فلوس آخر الثاني وهي أرسنال وواحدة بدها تظلها تلمو وتزيد القيمة وتكبر أكثر أكثر ففيه فرق الاثنين الكبار لكن فيه فرق بمراحل المشروعين أخبار انتقال جافي شوف فيه شغلة بسموها اللي هي الأوفرلودت على المواهب الأوفرلودت على المواهب هي مرحلة أنت بتروح تشاريع تسع مواهب مع بعض وبتحطهم بالفريق الأول طبيعي جدا خلال سنتين يظل منهم خامسة ليش؟ لأنه التسع مواهب ما هيزبط يركبوا يكبروا مع بعض حالات نادرة جدا تذكر بانيونايتد ربما في ريكسون بس اللي قدري حكت لعيب كبار وكملوا كلهم لعيب صغار بالعمر وكملوا لأنه صاروا كبار مع بعض لأنه الآن أنا جافي وأنا نيكوليس جونزالس طب ومين بيلعب فينا أساسي أنا أقول لأ أنت اليوم لما يرجع بدري طب بدري وأنا أنت فاتي ديمير زرزول فبصير موضوع فيه يعني تنافس فأنا متوقع من هدول الأسماء اللي بتشوفوهم حيضل ثلاثة أو أربعة ولازم يجي لعيب خبرة جاهزين يتحملوا الضغط ماذا يحتاج برشلوني عشان يرجع؟ بسيط جدا أصبر على تشاب شوي خليه حط فلسفة كرة يعرف شو ناقصه ويشتري اللاعبين صح بس انتهى الموضوع برأي مارينا بأفضل مدير رياضي آه اللي بيسألني عن مديرة تشيلسي ماريا هذه المرأة أنا روح وشوفه اليوتيوب عملت عنها فيديو اللي هي أنها أقوى امرأة في كرة القدم وعملت عنها شيء إنو جدش هي إنسان دكية ويا فعلا إنسان دكية على المستوى الشخصي ومش بس على الرياضي اللي بيقولوا عن روجرز لامان يونايتد روجرز مدرب أنا بحبه أنا شخصيا بحبه بس مش هكون مقتلع إنو يترك لستر في نص الموسم مش هكون مقتلع إنو يترك لستر هو بيعاني مش منطق يعني أنا هشك فيه صراحة أنا ما بحبه أن نعمل المدربين عادي يوريتد السناك لآخر السنة عاكون قد تكلمتك الله أخليك شكرا من اللي مدحوني هالأقطع اليوفي برجعة أليجري لا 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 مش الغلطة مش من أليجري الغلطة مش من أليجري أبدا الغلطة من خينسميها بساري ثم بيرلو ثم يعني المسألة كلها أنا أليجري متأكد لو ظل الموسم اللي جاي الأمور حتكون تمام بس الفريق أليجري مش نفس الفريق اللي تركه فهو كان يتوقع يجي لقى نفس الفريق الفريق ذهنيا وعقليا وتكتيكيا مش نفس الفريق هل بالغ أليجري باللعب بالخلف؟ يوم اليوم أنا كنت عارفه أنه حيقسر بصراحة كنت معي الكثير أنه حيقسر كنت متأكد أنه حيقسر وعشانك مغردتش على الموضوع كله مورينيو حبيبنا بعمله حلقة أكيد اللي بقوله بده مورينيو لحلقة واحد بيقول برشان بده مهاجم طبعا بده مهاجم لأنه المهاجم الهداف يعني لو تخيل لو أنت عندك اليوم مدرب زي هداف زي هلند مش مدرب لاعب زي هلند أنت حتفوز بسهولة فبالتالي اللعب بيوفر كثير وقت طبعا فكرة إنريكي ليوناتد هذه مجرد فكرة إعلامية ارتمت لأنه معروف دائما لما يصير مدرب ينقال بصير ويرمو الناس الصحفيين أسماء مدربين اللي كلهم اللي بيعرفوهم واللي بتصبط معه بيقولك أنا أول واحد حكي مشروع ريال مدريد مستقر اللي بيسألوني عنه أنا هاخد الآن هوقف بعد ثلاثة أسئلة مين اللاعبين لازم يخرجوا من برشانونا في يناير إذا بدك الحق لك دي يونج بس إذا بنحكي عن يناير لك دي يونج بس بعدين لازم يأخذوا وقتهم كامل مع تشابي تشوف تقلبات الموسم شو بيصير معهم هذا بالنسبة للسؤال هاد نشوف إذا في أي سؤال تاني شكراً إلك يا رمضان اللي بيسألوني عن صلحتي شوفوا أنا هون لحد الآن في ضربة كبيرة قريباً بنوريكم إياها إن شاء الله بس لأن الجرح الحمد لله الآن خلص يعني اختفى يعني نقدر نطلع بعد ثلاثة أربعة شهور نشوف كيف حيصير الجرح هل هنعمل عملية تجميل ولا لا لإخفاؤه عشان الكاميرا اللي ما تكون بالوجه مش هتكون كثير مريح على المشاهد فالفيردي خليها لبكرة فالفيردي بكرة هعمل عنه فيديو قصير دقيقة بكرة بنحكي عنه بس ممكن كلامي يعجبش كثير ناس عن فالفيردي هنعملكم حلقة عن مورينو ولا يهمكم قريباً جداً هنعمل حلقة عن مورينو تشابي بلعب ثلاث قلوب دفاع أمام فريق بلعب دفاع هذي يخي نفهم إنك لعب ثلاث قلوب دفاع مش معناها إنك بدافع أمرك تكون بأهداف أخرى هدف عشان بك تحرر الأظهرة هدف بشان دف تبني لعب بشكل معين من العمق فإلها أفكار ثانية فمش نائماً لما تلعب ثلاث دفاع معناها بالدافع بغداد بنجاح لبرشلونا هذي أحس بحسها إنه شي مش مفهوم يعني برشلونا نازم يفكر أكتر لقدامي الآن ما يوصل هون تخيل شو وضعه ما دحته لتخيل المفروض يفوز بحس المدرب بالعالم بالنهاية بلا نقاش تدريب زيدان لمن يونايتد أنا وصلتني معلومات اليوم إنه تقريباً زيدان أعطى موافقه مبدئي لسان جيرمن هازارد بيل إسكو آخر سؤال هدول وبعدين نختم فيه إن شاء الله هازارد لازم يطلع السنة الجاي إذا ما رجعه من اللعب الطبيعي إسكو لازم يطلع السنة الماضية وبيل أيضاً لازم يطلع السنة الماضية رغم إنه بيل لسه شوي الموسم هذا مع أنشلوتي كويس لكن إسكو هازارد نالوا الثقة من كل المدربين وما عملوا بصراحة شي نوصل لنهاية هذه الحلقة كنت معلومة أنا محمد عواد وإن شاء الله دائماً موجودين على يوتيوب فيسبوك تويتر إنستغرام والسلام عليكم ورحمة الله